بالله أفضل أركب مع السواق الأجنبي صراحة يعني ما راح يطالع السعودي يعني عربي مثلي بقد يطالع الأجنبي يعني حتى لو بيسوي شيء لسمح الله ولا بيتحرش ولا بيتكلم يعني حدا بيتسفر ممكن الساق السعودي أميله أكثر ممكن يعني يبديك ممكن تناقش معه تفاوض معه ممكن أفضل من الأجنبي أجنب أن تحفظ شيء ما يتفاوض معك بزيادة طبعا سعودي لأن ابن البلد أولى والأمان يعني يعني بيكون أمين في السعودي يعني أقدر أتفهم معه أقدر أتكلم معه يفهم عليه وأفهم عليه بلغتي يعني حقيقة ابن الوطن هو الأولوي وأنا الحقيقة أنا لو رجعتني شخصيا فأنا أفضل ابن البلد ليش؟ لأولا فيها أولا ضمان ضمير محترامي تقدير العمالة الأجنبية لكن يبقى ابن البلد هو الركيزة الأولى اللي يعتمد عليها اقتصاد البلد فابن البلد الحقيقة يكون هو ابني أو ابن عمي أو أخي أو عمي فابن البلد مهما يعني يعني تكلمه في الآراء وكذا يبقى ابن المواطن هو الرقم واحد يعني ما تعوده أول شي على أنه يكون السائق سعودي غالبا تعودت السيدة أنه يكون السائق دايم أجنبي فمن هذه الناحية ناحية التعود من ناحية الثانية أنه عربي وبيقعد يتكلم وزي كذا يعني يحب السيطرة يحب السيطرة مثلاً ومثلاً يمكن يعني يقدر يفرض رايه عليه ينفخ عليه السعودي ما يقدر هذه ممكن السبب يعني يخالي السعودي نيركم معه جنبي الخصوصية يبدو لي هي اللي الحقيقة خلت العالم هناك عزوف نوعاً ما لأن الخصوصية الناس في قونة خصوصاً في مشوار ومع زحمة المواصلات أو الحاصل الآن في مدينة الرياض بعض التعديلات يعني الناس تبقى تقضي الوقت وبيتكلم وبيغى يدخل على الخصوصية فبن البلد هو ضحية الحقيقة أنا في تصوري شخصي يبقى هو ضحية ليش الناس تبقى الخصوصية مهما ده في الإنسان بخصوصيته عشان كذب من البلد يفهمه ويفهم اللهجة ويفهم العادة والتقاليد ترجمة نانسي قنقر